اشتركوا في القناة 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 ما تسد به حاجتها وحاجت زوجها عالم تعجب واستمر ايوب في البلاء تمانية عشر عاما وهو صابر ولا يشتكي لأحد عد زوجته ولما وصل به الحال الى ما وصل قالت له زوجته يوما لو دعوت الله ليفرج عنك هتعرف الانسان لازم ينطقه فقال كم لبتنا في الرخاء قداش قداش واحنا عايشين في الهنى والرخاء قال تمانين سنة قال ها تمانين سنة قال اني استحي من الله لاني ما مكدت في بلاء المدة المدة التي لبتها في رخائي وبعد ايام خاف الناس ان تنقل لهم عدوى زوجها فلم تجد من تعمل لديه قصت بعد شعرها فباعت ضفيرتها يعني شوف الدرجة اللي بسلت لها مسكينة فباعت ضفيرتها لي كي تأكل هي وزوجها وسألها من اين لكي هذا ولم تجيبه وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الاخرى وتعجب منها زوجها والحى عليها فاكشفت عاد من رأسها هناك خلاص وصل ايوب للطب النقطة التي لا يحتمل فناذا ربه ندى ان تأن له القلوب استحى من الله ان يطلب الشفاء استحى ما حبش اطلب منه الشفاء ولكن وان يرفع عنه البلاء فقال كما جاء في القرآن كريب ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فجاء فجاء الامر من من بيده من هو من هو الله عز وجل قال له اركض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت فجاءت زوجته ولم تعرف فقالت هل رئيس المريض الذي كان هنا فالله ما رئيسه رجل أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا فقال اما عرفني قالت من أنت قال أنا أيوب يقول ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ الناس بكتاب الله تعالى وسنته لم يكرمه الله فهو فقط بل أكرم زوجته لماذا لأنه هي الوحيدة اللي وقفت معه رجل أيضا التي صبرت معه أثناء هذا البلاء فرجعها فرجعها الله شاب وولدت لأيوب عليه السلام ستة وعشرون ولد من غير الإناث يقول سبحانه وتعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم كلما فاض حملك يا أخي تذكر صبر أيوب يا أخي العزيز وأعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب نقطة من بحر أيوب والله لا نقطة فقط بارك الله فيكم إخوان ولا تنسونا بالدعاء وإذا كان حبي تزيدوا في اشتراك من قلكم شلالة وجزاكم الله خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة